باتزام مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات نظمة أورانج الأردن وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية إنتاج إفطار عمل تحت رعاية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تمحور حول الابتكار الرقمي للتنمية المستدامة اللقاء الذي جمع ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات غير الحكومية جاء تماشيا مع رؤية أورانج الأردن الهدفة إلى تعزيز الوعي الخاص بالقضايا المرتبطة باليوم العالمي للاتصالات والذي ركز هذا العام على دور الابتكار الرقمي في تحقيق الاستدامة بوصفها هدفا عالميا طموحا ومشتركا وزير الاقتصاد الرقمي وريادة أحمد الهناندي أشار إلى أن الأردن اتخذ بالفعل خطوات طموحة وهما عززت من مكتنق كملتقى إقلامي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتنامي وتضمن اللقاء حلقات نقاشية حول الابتكار الرقمي للتنمية المستدامة ووضع من خلالها المشاركون على بساط البحث التحولات التي تشهدها الاستدامة كهدف عالمي مشترك في ظل الابتكارات الرقمية الحديثة الأردن تميز ببنية تحتية للاتصالات تعتبر واحدة من الأفضل في المنطقة والأكثر فعالية كانوا شركاء مع كافة القطاعات الاقتصادية ودورهم عم بتطور مع تطور التكنولوجيا ومع تطور العالم الرقمي فالاتصالات عم تتحول زي ما كل شيء تاني عم بتحول اقتصاد التجارة الوظائف الصناعة التعليم الصحة وأصبح دورهم رئيسي أكثر الهدف منها أن نبين أثر الابتكار التقني بالتنمية المستدامة وهذا للأمانة هو موضوع مهم جدا يعني يناقش على الساحة العالمية هلأ بشكل كثير كبير إحنا كجمعية إنتاج طبعا نهتم دائما بدعم قطاع التكنولوجيا والاتصالات لإيماننا الكبير أن التكنولوجيا والابتكار لها أثر كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر